أهم الأفلام من وجهة نظر حضرتك اللي شايف أن هي علامة من علامات الفنانة فاتن حمامة وأيضاً علامة من علامات السينما المصرية طبعاً يعني أنا في تقديري أن كل مرحلة مرت في حياة فاتن حمامة قدمت فيها أهم أفلامها يعني سواء في مرحلة الطفولة لما قدمت يوم سعيد ورصصة في القلب حتى بعد كده لما اشتغلت مع عز الدينز والفقار وعملت أفلام مهمة جداً فاتن حمامة كانت حتى بتنقي المخرجين اللي تشتغل معهم لأنها عارفة عايزة من كل مخرجية فحتى لما كمال الشيخ جي قدم أول أفلامه اللي هو المنزل الرقم 13 أعتقد كان ما أخرجش قبل كده فاتن حمامة وقفت وسعادته وقدمت معاه الفيلم وطلع بعد كده من أهم أفلامه وحتى كمال الشيخ بعد كده بقى قدم معاه أهم الأفلام في تاريخهم هما اللي اتنين حسن الإمام قدمت معاه برضه أفلام مهمة جداً عز الدينز والفقار يعني أنا أقصد أن كل المخرجين قدمت أفلام معاهم مهمة جداً استغلت ده ويعني قدرت أن هي فعلاً تاخد أحسن ما في كل مخرج اشتغلت معاه جميل